بسم الله الرحمن الرحيم اعدادا لاستئناف الدوري واستئناف المشوار الافريقي عاقب كأس الامم الافريقي نهاردة عندنا معلومات جديدة تطورات مهمة جدا في مرحلة الاستعدادات بالنسبة للنادي الاهلي خاصة بعد تصعيد عشر لاعبين من قطاع الناشئين لكي تكتمل الصورة في مران الفريق الاول بوجود حوالي 22 لاعب خلال الساعات اللي جاية في التحضير للصفر الى الامارات العربية المتحدة اخوض معسقر اعداد لمدة حوالي اسبوع اقامة عدد من المباريات الودية تحضيرات مهمة جدا بتحصل في الايام القادمة كمان النهاردة هنتكلم على كأس الامم الافريقية بطولة المفاجآت كل الفرق الكبيرة اللي لعبت في كأس الامم حتى الان اتعدلت او خسرت واحنا بتتكلم على الفرق الكبيرة اللي هي اكبر منتخبات حصدت كأس امم الافريقية بداية من منتخب مصر 7 القاب اتعادل مع موزنبيق نتكلم على الكاميرون 5 القاب اتعادل مع غينيا غانا 4 القاب خسر في المباراة الاولى امام الرأس الاخدر والمفاجأة الجزائر بطل النصحة قبل الماضية في مصر 2019 امبارحة عدلت مع منتخب انجولا هل هي بطولة الصغار؟ هل هي بطولة المفاجآت؟ كل ده النهاردة بالتأكيد عن استعرضه في حلقة جديدة من برنامج الترندو وعندنا كواليس وتفاصيل كالعادة وفيديوهات والصور حصرية من ابيتجان لكن بسرعة نروح لسؤال حلقة النهاردة والبداية النهاردة عايز اعرف من وجهة نظركم هل تتوقع حدوث تغييرات على تشكيل منتخب مصر في مباراته امام غانا يوم الخميس؟ ومن وجهة نظركم ما هو التشكيل الافضل اللي ممكن يبدأ به روي فيتوريا؟ تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وفي الجزء الاخير بإذن الله استعرض اكبر قدر من توقعاتكم على التشكيل الافضل والتغييرات لو تمت ممكن تتم في حدود قد ايه؟ او التعديل في المراكز ممكن يكون في كام مركز في الفترة اللي جاي عموما بالتأكيد هستعرض كل ده في الجزء الاخير من برنامج التريند لكن نروح لأهم العنوي البداية في تريند الاهلي كولر يمنح اللاعبين الراحة 24 ساعة وفي تريند افريقيا المنتخب يواصل استعداداته لمواجهة غانا وكمان محمود عشور حكما لتقنية الفار في لقاء المغرب وتنزانيا محمود عشور دلوقتي في الكاس الأوم الافريقية بيحكم مباريات سبت واثنين واربع يعني مجازا وانا بتكلم على فكرة المباريات اللي خدها محمود عشور دلوقتي الرجل تم تعيينه في لقاء الافتتاح يوم السبت ما بين القد فار وغينيا الاستوائية ثم تواجد بالأمس يوم الاثنين في مباراة الكاميرون وغينيا على طول ما فيش راحة سافر من كرهوجو على سان بيدرو عنده بكرة تقنية الفار أيضا في مباراة المغرب وتنزانيا يعني اعتماد كبير جدا من لجنة الحكام في الكاف على محمود عشور تحديدا في غرفة تقنية الفيرج لأنه من الحكام يعني المصنفين تحديدا في تقنية الفيديو مش هيكون متاح أن يحكم مباريات في البطولة ولكن هيكون موجود بس في تقنية الفيديو خلال كأس الأوم لذلك اتطلب كتير على محمود عشور في المباريات الإفريقية في منافسات كأس الأوم طيب نروح لإستعراض مباريات اليوم والنهاردة جولة جديدة في المباريات الإفريقية نتكلم في استئناف واستكمال مباريات المجموعة الرابعة والنهاردة كمان في مباريات في المجموعة الخمسة طيب النهاردة بوركينا فاسو وموريتانيا المباراة دي بدأت تساة أربعة ودي مباراة ضمن مباريات المجموعة الرابعة حتى الآن التعادل السلبي بين كلا الفريقين والشوت الثاني هيبدأ بعد قليل على فكرة نفس المجموعة دي بالأمس الجزائر تعادلت مع أنجولا بمعنى أن لقاء بوركينا وموريتانيا لو خلص تعادل سلبي المجموعة كلها هيكون عندها كل منتخب عنده نقطة من مباريات المجموعة الأولى اللي بتتلعب في مدينة بوكو طيب نروح لمجموعة الخمسة اللي بتلعب في مدينة كورهوجل على حدود مالي تونس مع نابيبيا الساعة سبعة هذه المباراة بإذن الله لا يكون فيها النجم التونسي ونجم النادي الأهلي عالي معلول ومالي هتلعب مع جنوب إفريقيا في العشرة من مساء اليوم مباراة بالتأكيد هيكون فيها متابعة كبيرة جدا من جماهير القرى المصرية بشكل عام والجماهير الأهلوية بشكل خاص لأنها مباراة بتجمع تحدي وندية كبيرة جدا ما بين بيرستاو مع أليو ديانج والذات المباراة إثارة كمان أنها هيكون طاقم تحكيم هذا اللقاء طاقم تحكيم مصري بالكامل بقيادة الحكم الدولي المخضرم الكابتن محمد عادل ومعاه أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال والحكم الرابع الكابتن أمين عمر دي أبرز مباراة اليوم وبداية عن حلقة برنامج ألتاين نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل النهاردة هتكلم عن تفاصيل أكتر بخصوص تدريبات الأهل والاستعدادات للمرحلة اللي جاي لأنه نتكلم في الفترة اللي جاي خلاص النهاردة في 16 يناير هنتكلم على مرحلة شهر بالزبط على استقناف المشوار الإفريكي المواجهة مع شباب بوليس دات في ملعب خمسة شولية بالجزائر بالزبط بعد 30 يوم فأنت محتاجة جهاز فني تستعد في خلال 30 يوم من خلال تحضير برنامج بدني وفني ومباريات ودية عشان لما تدخل على مباراة شباب بوليس داد تكون جاهز بشكل قوي جدا ليه الشهر ده مهم جدا أو 30 يوم تدعم من النهاردة لغاية الصفر للجزائر والمواجهة في منتصف شهر فبراير اللي جاي انت عندك مباراتين ب6 نقاط بعد كاس الأمم تكون أو لا تكون الألف الصدارة الألف صدارة المجموعة بخمس نقاط ولكن مهم جدا وانت رايح للجولة الرابعة اللي هي المؤجلة والجولة الخمسة دول مواجهتين أو مباراتين خارج مصر فبالتالي انت ما ينفعش تخسر أي نقطة فيهم ما ينفعش بأي حام الأحوال خاصة بعد تشابك ترتيبات المجموعة وأوراق المجموعة مع الفرع المنافسة سواء ميدياما الغاني أو ينجي أفريكانز التنزاني فبالتالي ما ينفعش تخسر نقطة في المبارات اللي جاية والمباراتين خارج مصر ما فيش منهم مثلا مبارات في القاهرة وترجع تسافر فالمباراتين برا والفارق الزمني ما بين المباراتين أسبوع تسافر الجزائر ممكن تطلع من الجزائر على غانة أو ترجع من الجزائر للقاهرة وتسافر من القاهرة على غانة ده على حسب ترتيبات الجهاز الفني وقتها لما إن شاء الله نيجي في وقتها بعد شهر نقدر نشوف الترتيبات وقتها الأهل عيشتغل إزاي على الجزئية المتعلقة بالأمور اللوجستية عشان راحة اللعيبة في ظل إن طبعا منتخبنا أو المنتخبات الأخرى سواء تونس ومالي وجنوب إفريقيا فيها عدد كبير من لعب النادي الآلي من الكلام على 11 لعب 11 لعب من الآلي في كاس الأمم الإفريقية فأنت اللعيبة دي لما ترجع حالتها البدنية إيه؟ حالتها الفنية إيه؟ حالتها النفسية والمعنوية إيه؟ النقطة دي هتبقى مهمة لإنه يبقى فيه تفاوت ما بين حالة كل جيل وجيل تاني أو لعيب ولعب تاني لو تونس وصلت فاينال معلول في حالة معنوية عالية ولكن في حالة فنية ممكن ما يكونش متاح معك في البداية الإفريقية لعيب منتخب مصر لووصله فاينال نفس الكلام فالمسألة هتبقى نسبة وتناسب ده هيتم دراسته في الفترة اللي جاية لما الجهاز الفني بقيادة كولر يبدأ يشوف الفرق أو اللعيبة مع منتخباتها وصلت لأي مرحلة في كأس الأمم ولكن لو هرجع بقى لتدريبات الأهل النهاردة كان فيه تدريب صباحي والنهاردة كولر فيه التدريب الصباحي كان مركز أكتر على الإعداد البدني والتدريبات البدنية لدرجة حتى أنه كان مدي مساحة أكتر لأنترياس أندويا مخطط الأحمال أنه يعمل برنامج بدني للفريق الفريق رجع للتدريبات من يوم الخميس اللي فات الخميس لو فيه قياسات أو تدريب خفيف فبنتكلم احنا بالزبط دلوقتي بأننا 4 أيام أو 5 أيام فيه مرحلة التدريبات بدنية والتدريب على فترة واحدة مش فترة تين وبكرة فيه أجازة وراحة سلبية فبالتالي الشق البدني هو الشق بتاع المرحلة الأولى من تدريب النادي الأهل معنا هو جانب من تدريب الأهل النهاردة ولسه أحمد عبدالقادر بيواصل برنامجه التأهيلي وردى سليم أيضا بيواصل برنامجه التأهيلي وزي ما قلت لحضراتكم بالأمس أن ردى سليم هيعمل أشعة في منتصف الأسبوع اللي جاي وغالبا الأشعة دي هتكون خارج مصر في الإمارات لما الفريق سافر مع مستهل الأسبوع المقبل فبالتالي لسه ردى سليم في التأهيل أحمد عبدالقادر في التأهيل محمود متولي لسه في الجيم زي ما قلت لحضراتكم من حلقتين ثلاثة بتتكلم في حوالي أسبوعين ثلاثة لسه سواء لعبدالقادر أو ردى سليم الأشعة هي اللي هتحسب موقف الابنونتل تحديدا بس كمان عبدالقادر أو أحمد نبيل كوكا محمود متولي اللعيبة دي لسه هنشوفها في الفترة جاي بس الفريق لما يسافر وياخد معسكر خارجي كل اللعيبة بلا استثناء سواء المصابين أو حتى اللي بيعملوا تأهيل هيكونوا مع الفريق في رحلة الإمارات إن شاء الله الإسبوع اللي جاي قدامنا وسام بوعلي المهاجم الفلسطيني لأطاة هولي من تدريبات فريق النادي الآلي بإذن الله يا رب إن شاء الله يكون إضافة قوية في خط هجوم النادي الآلي وفي فريق النادي الآلي قدامنا حسين الشحات رامي ربيعة محمد إلدو كريستو كولر بقى بيرحب وبيسلم على اللاعبين الصاعدين من قطاع الناشئين نتمنى لهم التوفيق رب عشر لعيبة تم تصعيدهم من قطاع الناشئين عشان يكونوا زخيرة مهمة جداً للفريق الأول في الفترة اللي جاية يعني دول اللاعيبة القوام القطاع الناشئين ومستقبل النادي الآلي لأهل عندهم الحمد لله لعيبة جيدة جداً يعني البرقة فيهم يا رب بإذن الله المستقبل كله معاهم بإذن الله وإن شاء الله يكونوا على قدر المسئولية وكل واحد ربنا يوفقه كل واحد من دول عنده طموح وعنده أحلام إنه يقدر يحقق حاجة مع النادي الآلي ضمنا كمان هو كريم ندفيد في أنتوني مودست في طاهر محمد طاهر يعني ربنا يكرم بإذن الله النادي الآلي في الفترة الحالية فترة صعبة جداً على الجهاز الفني أنه يتعامل مع المرحلة الحالية شايفين يعني طبعاً الهزار اللي موجود دلوقتي بنت عمر السلية ليلى دي بنت عمر السلية والهزار مع مرسل كولر أفشب والله العابي ملاكمع مع مستر كولر طيب يمكن ده جانب من التدريب واللقطات الجميلة اللي احنا شايفنا النهاردة في المران الصباحي والكاتن سامي أمصان المدرب في الجهاز المعاون زي ما قلت لخضراتكم كوكا خامانا هيعمل أشعة مطلع الأسبوع اللي جاي بإذن الله عشان الاتمينان على حالته طيب عايز أروح كمال اللي جانب مهم جداً بخلاف التدريبات الأسبوع اللي جاي احنا على عتاب لحظة مهمة جداً من تاريخ النادي الأهلي تكريم النادي الأهلي كأفضل نادي في جوائز جلوب سوكر اللي هينظم في دبي يوم السبت اللي جاي كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي دكتور سعد شلبي المدير التنفيذ للنادي الأهلي هيكونه بالتأكيد كوافد رسمي في الإمارات للحضور هذا الحفل الكبير جداً اللي هيحضره نجوم القرى العالمية الحفل ده فيه مفاجآت مهمة جداً والتكريم للأهلي ممكن ما يكونش جائزة واحدة بس مش عايز أحرق المفاجآت يمكن الدعوات والإنفتيشن وصلت للنادي الأهلي بس بنتكلم ممكن يكون فيه تكريم تاني وتكريم تالت فكلنا على أعتاب يعني حدث تاريخي مهم جداً في دبي يوم السبت اللي جاي لحضور النادي الأهلي هذا الحفل التاريخي اللي بيحضره نجوم القرى العالمية وعلى رأس الحاضرين رئيس الفيفا السويسري جياني إنفانتينو كمان الحاجة التانية بخلاف حفل التكريم والحدث الكبير اللي مش عايز أحرق تفاصيل كتيرة ومفاجآت مهمة جداً من هذا الحفل اللي إن شاء الله هيقام يوم السبت في دبي نادي الأهلي بإذن الله أعتابد دخول في معسكر مغرق بداية من السبت اللي جاي معسكر لمدة حوالي من 7 إلى 8 أيام قد يتخللوا مباراتين وديتين أحدهم قد تكون مع فريق سعودي عامل معسكر في الإمارات في الفترة اللي جاية نتمنى يا رب يكون معسكر موفق تتلعب فيه مبارات ودية يستفيد من خلالها مرس الكولر ويرجع بعدها نشوف وقتها قوام اللعب المنتخب ممكن ينضموا إمتى نتمنى يا رب ينضموا بعد نهاية كالس الأمم ولكن أكيد بقى في التوقيت ده هيبدأ يشوف كولر ينضموا إمتى هلأ قدر الله لو خرج المنتخب بدر يلحقوا بالفريق في الإمارات ولا ييجي ياخدوا راحة 3-4 أيام في القاهرة ويستنوا الفريق لما يرجع من الإمارات كل ده بالتأكيد هيتحدد خلال الفترة اللي جاية ده كل التفاصيل وكل الكواليس المتعلقة بأخبار النادي الآلي في الفترة اللي جاية سواء على المستوى الفني على مستوى فريق الكورة وعلى المستوى الإداري وتكريم اسم النادي الآلي وبعض المفاجئات اللي بتخص القلعة الحمراء في حفل جواز جلوب سكر في دبي يوم السبت اللي جاية نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع لأبرز الأخبار والكواليس أهلا بحضراتكم من جديد وكأس الأمم الإفريقية وأبرز الأخبار والكواليس مباراة مصر وغانا بالتأكيد بطلقى اهتمام كبير جدا من جماهير القرى المصرية نظرا لنتيجة اللقاء اللي حصل في الجولة الأولى بعد التعادل مع منتخب موزنبيق 2-2 وكمان خسارة غانا أمام الرأس الأخضر بهدف مقابل هدفين النتيجة في حد ذاتها خلت مباراة مصر وغانا مباراة تحديد المصير تكون أو لا تكون تكسب يعني قطعت 50-60% من المشوار في البطولة لتقدر الله أي نتيجة سلبية هيبقى الوضع متأزم جدا سواء لمصر أو لغانا ومن هنا بتأتي قيمة وأهمية وقوة المباراة بخلاف أصلا أنك هتتفرج على مباراة ما بين أكبر منتخبين في القرى الإفريقية المنتخب المصري والمنتخب الغاني كالعادة وأنتم متعودين دايما معنا في برنامج التريند عندنا كل الأخبار والانفرادات نهاردة معنا خبر جديد وحصر وانفراد جديد تم تعيين منذ قليل حكام مباراة مصر وغانا المباراة بإذن الله هتقام يوم الخميس في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة واللي هتتلاعب على ملعب فليكس بواني في مدينة أبيجان في العاصمة الإفورية مصر وغانا هيدرها الحكم الجابوني بير أتشو بير أتشو الحكم الجابوني هو حكم مباراة مصر وغانا وعلى تقنية الفيديو الفار الحكم السنغالي عيسى سي دول حكام مباراة مصر وغانا يوم الخميس الساعة العاشرة مساء ده انفراد لبرنامج التريند لسه القرار معلن منذ لحظات ومن خلال تواصلنا كده الحمد لله مع مصادرنا في الاتحاد الإفريقي بنقدر نعرف أبرز الأخبار الجديدة قبل ما يتم إعلانها رسميا دونكم على الشاشة هو حكام مباراة تكاس الأمم لقاء مصر وغانا لسه المباراة بعد 48 ساعة تم الاستقرار على تعيين الحكم الجابوني بير أتشو حكما للساحة والسنغالي عيسى سي حكما لتقنية الفيديو الفار بير أتشو هو الأدار مباراة الأهل والاتحاد العاصمة في كاس السوبر في المملكة العربية السعودية وكلنا عارفين بير أتشو من حكام البروفيشنال في القائمة الإفريقية وسبق قبل كده لما استعرضنا قائمة الحكام المصنفة بير أتشو من الحكام المصنفين في قائمة البروفيشنال فبالتالي طاقم تحكيم من المحترفين لإدارة هذا اللقاء نتمنى بإذن الله يعني نشوف مستوى تحكيمي جيد حتى الآن البطولة تحكيمية الحمد لله ماشى بشكل كويس جدا والحكام لغاية دلوقات الحمد لله ما فيش أخطاء مؤثرة بل بالعكس كل الحكام ماشيين بشكل كويس أمين عمر الحمد لله قدر مباراة الافتاح بشكل متميز جدا محمود عشور خاد مباراتين كان مع أمين عمر في الكودفور وغينيا بساو وكان رائع جدا رغم أنه كانش فيه حالات مؤثرة ولكن كان فيه تعامل جيد جدا بينه وبين أمين عمر في بعض الحالات كان فيه تعاون مسمر ما بين طاقم التحكيم المصري بالأمس محمود عشور كان حاكم فيتجو في مباراة الكاميرون وغينيا ويمكن قام بتصحيح وتصويب أكتر من قرار تحكيمي للحاكم الليبي معتزل شلماني والنهاردة محمد عادل وطاقم مصري أبو رجال وأحمد حصام طه وأمين عمر هيكونوا النهاردة موجودين في مباراة بالي وجنوب إفريقيا وبقرة محمود عشور موجود في مطش المغرب وتنزانيا في سان بيدرو حكم تقنية فيتجو ويوم الخميس قبل المطش بـ 48 ساعة جبنا لكم تعيينة حكام المباراة هيكون الحكام الجابوني بير أتشو وعلى الفار عيساسي دول حكام مباراة مصر وغانا لو تعرضوا لكم الحاجة مباراة نفس الطاقم ده كان بيدير مباراة الجزائر وأنجولا مباراة الجزائر وأنجولا مباراة كان بيديرها عيساسي وعلى الفار الجابوني بير أتشو اللي اتنين تبدلوا وهيجوا يوم الخميس في أبيتجان بس بير أتشو اللي كان فار في مطش الجزائر وأنجولا هو اللي هيدير مباراة مصر وغانا وبالتالي عيساسي هيكون موجود في تقنية الفيديو دول حكام مباراة مصر وغانا وكان مهم جدا ننفرد مع حضرتكم بهذا الخبر وهذه التعيينة مهمة جدا لانا عارف الناس كلها مستنية تعرف مين الحكام اللي هيديروا مباراة مصر وغانا يوم الخميس طيب المباراة على فكرة مباراة صعبة جدا ورغم ان على الورق غانا عندها مشاكل فنية كتيرة وعندها مشاكل إدارية كتيرة وعندها مشاكل أكتر من منتخب مصر ولكن تبقى في النهاية دي مباراة مصر وغانا هتيجي تقول لي مصر الكاميرون هتلاعب السنغال السنغال حالتها عالية والكاميرون حالتها متوسطة بس تبقى مباراة كبيرة الكاميرون والسنغال نفس الأمر نيجيريا تعبلت أول لقاء وعندها مشاكل فنية ومشاكل مع خسيب سيرو المدرب البرتغالي والكودفور يعني مصادفة البطولة ومنتشية بالفزفل قال التتاح لكن تبقى في النهاية الكودفور مع نيجيريا فهي المباراة الكبيرة دي حتى لو على الورق المطش ممكن يبان سهل نتيجة أنه فيه مشاكل فنية في بعض المنتخبات ولكن في النهاية ده ديربي تبتتكلم على قمة المباراة الإفريقية وبعدين لما تيجي توزن المباراة تبص على مصر سبع ألقاب إفريقية تبص على غانا أربع ألقاب إفريقية فلا تلاقي الوضع مختلف أو خمس ألقاب إفريقية آسف يعني فانت بتتكلم على فرقتين لا لهم رصيد كبير عكس دلوقتي لما تتفرج مثلا على مباراة بوركينا وموريتانيا ممكن تتفرج عليها مباراة فنية كبيرة جدا ولكن على مستوى الألقاب لا الاتنين ما خدوش ألقاب إفريقية وما لهمش يعني تاريخ كبير في البطولات الإفريقية آه بيوصلوا آه بيلعبوا ولكن لا ما لهمش تاريخ ولا رصيد كبير في البطولات الإفريقية فالمطش صعب جدا من هنا بتاعتي أهميته أصعب حاجة في مباراة مصر وغانا مش أرضية الملعب والحضاشر وصلاة حضاشر لا خارج الملعب المطش ده يا جماعة الملعب لو بيها ساعة عشرين ألف هيبقى فيه تسعتاشر ألف مشجع غاني عشان محدش يتفاجئ المطش ده هيكون فيه مش أقل من تسعتاشر ألف مشجع غاني ليه؟ كوتيفورة الحدود مع غانا والانتقالات والتنقلات ما بين كماسي وأقرة إلى أبيجان على الطريق البري بالأوتوبيسات بالعربيات مش محتاجر رحلات طيران على فكرة فبالتالي هنا تبقى فيها مشكلة أنك الحضور الجماهيري والحجد الجماهيري في مباراة مصر وغانا هيكون في صالح غانا مهما حشدت من جماهيرية وجالية لبنانية وجماهير مصرية مقيمة في القدفور يعني ألف ألف وخمسمية لو عملنا إنجاز كبير ممكن ناخد مدرك في ألفين مشجع لكن تسعين في المية خمسة وتسعين في المية من مدرجات ملعب فليكسي بواني لو بالمسمى الإفوار يعني ملعب فليسيا الملعب ده هيكون كله مشجعين من غانا فالأجواء في الملعب مش في صالحة فمحتاجين تركيز كبير جدا في المباراة دي أجواء الملعب وانفردها بطاقم التحكيم نتمنى يا رب المنتخب يكون جاهز لأداء هذه المباراة بشكل كويس جدا والحمد لله الصفوف مكتملة يمكن من شوية تواصلت كده مع الأصدقاء والزملاء في المنتخب هل في إصابات لقدر الله؟ قالوا لا هل في غيابات نتيجة أمر ما ممكن ما يكونش بسبب إصابة ولا حاجة؟ لا اللعبة كلها جاهزة؟ آه جاهزة السبعة وعشرين حتى بما فيهم الأربعة اللي خرجوا من المطش اللي فات آه موجودين فالصفوف مكتملة نتمنى بس فيتوريا مركز في التحذير للمباراة بشكل كويس مركز في اختيار طريقة اللعب والتشكيل اللي يبدأ به ويبقى في دماغه سيناريوهات المباراة أي مدرب شاطر لازم يحضر لنفسه سيناريوهات المباراة لو أنا متقدم في الشوت الأول بهدف أو دفين يا رب بإذن الله الشوت الثاني هتعامل إزاي؟ لو أنا متأخر في بداية المباراة هبدأ أتعامل إزاي؟ لو المباراة مشى في سياق التعادل هشتغل إزاي؟ حاجات دي كلها على فكرة مهمة جدا في فلسفة ودماغ أي مدرب إزاي بيحضر لأي مباراة فالمباراة دي عايزة تحضير جيد جدا دراسة فريق غانا بشكل كويس جدا غيابات غانا في اللقاء الأول لما من رأس الأخضر مش مقياس محمد قدوس اللاعب الغاني الشهير اللي ملعبش مباراة الرأس الأخضر وكان برة الثلاثة وعشرين برة القايمة ممكن يكون موجود في مطش مصر ممكن يكون موجود في مطش مصر فلازم الجهاز الفني يحضر بشكل كويس لمواجهة منتخب غانا طيب نروح بقى النهاردة لاستعراض مباراة اليوم قلت لحضراتكم في مباراة بدأت الساعة أربعة ويمكن احنا خلاص في الجزء الأخير يعني أو في منتصف الشوت التاني ما بين بوركينا فاسو وموريتانيا منذ قلقة النتيجة كده لما بصنا عليها كانت تعادل سلبي ما بين المنتخبين يعني لا يعني لسه غادة لنفيش أي أهداف وأعتقد التعادل ده هيكون في صالح منتخب الجزائر لأن الجزائر مبارح لما تعدت مع أنجولة كانت نتيجة صادمة للجماهير الجزائرية ولجمال بالماضي المدير الفني وبالتالي أفضل نتيجة للجزائر إن بوركينا وموريتانيا يتعدل طيب المباراة دي بيدرها على فكرة جلال جيد الحكم المغربي ومعها على الفار هيسام كيرات تونس ونبيبيا الساعة سبعة نتمنى التوفيق رب العالم علول المباراة دي هتكون الساعة سبعة في مدينة كرهوجو وهيدرها حكم صومالي وعلى الفار دانيل لريا من غنى مالي وجنوب إفريقيا بير ستاو في مواجهة مع آليو ديانج ساعة عشر بالليل طاقم مصر هيدير هذا اللقاء نتمنى يا رب نتفرج على مباراة كبيرة من أبرز التعليقات اللي جات لي على هذه المباراة لما نشرنا أسماء الحكام قال لك طاقم مصري هيدير مباراة تونس هيدير مباراة مالي وجنوب إفريقيا طب هيطرد مين يعني هنا العف الآلي وهنا العف الآلي تعرفين أنتو يمكن بالتأكيد طبعا الهزار والحاجات اللي موجودة على السوشيال ميديا ناس كتيرا بتحب إيه تضحك طاقم مصري ومعها اثنين لعيبة واثنين لعيبة في الدورة المصري واحد من الآلي واحد من الآلي هيجي على هنا طب الأهلوية عيبوا مع ده طب هيجوا على هنا الأهلوية مع ده فالمسألة هتبعى المباراة على فكرة يعني فيها كلام كتير جدا بناء على النتيجة والأداية التحكيم نتمنى التوفيق ربي كمان للحاكم المصري وللطاقم المصري بقيادة الكابتن محمد عادي طيب مباراة بكرة وعندنا كالعادة انفراضات برضو وأخبار بخصوص مباراة بكرة بكرة فيه مباراتين مش تلاتة بكرة فيه مباراتين والمباراتين دون في المجموعة الستة آخر مجموعة اللي بتتلاعب في مدينة سان بيدرو المباراتين هيكون الساعة سبعة والساعة عشر اللقاء الأول الساعة سبعة المغرب هي تلعب مع تنزانيا المباراة دي هي دارها حكم منتشاد الحكم أتشادي محمد الحاج جعله وعلى الفار محمود عشور ومعاه مساعد فار ماريا ريفيد المطش التاني قدامك وهو الكونغو الديمقراطية وزنبيا ومجموعة صعبة جدا على فكرة يعني البعض ممكن يتخيل مجموعة سهلة للمغرب آه سهلة على الورق ولكن القرغو نتيجة مع المغرب بيبقى فيها مشاكل تنزانيا مع المغرب كانت في تصفيات كاس العالم مباراة كان فيها مشاكل والتصريحات اللي خرجت من عادل عمروش المدرب الجزائري لتنزانيا وتصريحات وليت الريكراك النهاردة لما رد عليه فالبطولة أو المجموعة فيها حرب بتصريحات مش عتكلم على المنتخب زنبيا بيدير الفريق أو المدير الفن يعني مدرب مش عايز أتكلم عنه أصلاً ولا عايزين نتكلم على هذا المنتخب ولكن ما علينا يعني فالبطولة أو المجموعة مجموعة على الورق فيها تصريحات كتير ولكن المغرب الكل بيتوقع لأنها تكون في الصدارة وكل بينتظر المغرب لأن المغرب رابع كاس عالم فكل بينتظر تواجد المغرب في هذا المحفل القري بشكل أكيد زي ما ظهر به في كاس العالم في قطر عشرين اتنين وعشرين زي ما قلت لحضراتكم بالحكام المغرب تنزانيا حكم تشادي محمد الحاج جعله وعلى الفار محمود عشور ومعا مساعد فار الحكمة ماريا ريفيد من موريشيوس هتكون ايفار ماتش الكرغو الدموقراطية وزنبيا هيجير اللقاء الحكم الأثيوبي بملكة سيمة هو لا يجير هذا اللقاء فين من ست شهور الناس قالت بملكة سيمة هيجير نهاية الأهل والوداد أصلي دي أخي مباراة وعي اعتزل الراجل من ساعتها عدار مباراة في تصفيات كاس العالم تصفيات أمم إفريقيا عدار مباراة في دورة أبطال إفريقيا موجودة هو في كاس الأم لا الراجل اعتزل ولا حاجة سنتعرفين الترند السلبي اللي على السوشيال ميديا والناس دايما بتحاول تطلع بأي معلومة تعمل أي بروباجندا بملكة سيمة موجود بقرة في مطش الكنغو وزنبيا ومعها على الظار الموريتاني دحان بيدا والحكمة من جنوب إفريقيا أكون مكاليمة حكمة من جنوب إفريقيا هتكون إيه فار مع دحان بيدا في مباراة بقرة ما بين الكنغو الدموقراطية مع زنبيا ضمكم على الشاشة هو دول حكام مباراة بقرة وبالتالي نتمنى التوفيق رب تإزدلال المنتخب العربي المنتخب المغربي في أداء مباراة كبيرة جدا وتمنى كمان التوفيق لمحمود عشور بالظهور بشكل جيد لمن النهاردة وعامل رقم قياسي في كأس الأمم أدار ثلاث مباريات في الجولة الأولى يعني ما بين السبت للأربع بنتكلم في خمس تيان اشتغل سبت واثنين واربع نتمنى له التوفيق ويقدر يكمل على كده في الفترة اللي جاي ولكن محمود عشور مش هيكون موجود في البطولة إلا حكم فار فقط فار فقط هتلاقوا حكام تانية بيتغيره ما بين الفار والملعب وده ليه أسباب أنا قلتها قبل كده في موضوع التصنيف ومش التصنيف فيه ناس استوعبت وفيه ناس لسه مش قادرة تستوعب ولكن أنا قلت لحضراتكم قبل كده أنا مش بتكلم على الجماهير أكيد الجماهير فهمه سأنا بتكلم فيه ناس في المنظومة نفسها مش قادرة تستعب يعني تصنيف ومش قادرة تفهم التصنيف ده إيه أهميته وشارة الملعب وشارة الفار دي إيه أهميتها عموما تصنيف اللي حلق على الله هو اللي دولتي بيتخذ عليه كل المباريات والترتيبات والتعينات اللي بتحصل فيه المباريات الإفريقية تعالوا مع بعض بقى نروح لفقرة تانية لعلاقة بأجواء الكان في الترند وكالعادة احنا يوميا لازم نعيشكوا في أجواء الكان في الترند والنهاردة عندنا مجموعة من الفيديوهات والصور مهمة جدا الفيديو الأول هتكلم فيه على التذاكر اللي عاملة أزمة في كاس الأمم والتذاكر تحديداً ليه علاقة بتذاكر السوداء عاملة مشكلة كبيرة وإحنا في الحلقات اللي فاتت استعرضنا كذا فيديو التذاكر عاملة أزمة فين الجماري السنغلام الده الجماري الإفريق عاملة مشكلة ولما تيجي تدخل الملعب وتشوف نهاية المباراة تلاقي أن التذاكر اللي بتطرح وبتتسجل على مكان الاستاذ غير تماماً التذاكر اللي تبعت على الوبسايت يعني الوبسات يقول لك إيه فولكا بسكي يعني الملعب كله مبتلئ تيجي تحضر المباراة تلاقي نص الملعب فاضي تيجي تبص على الشاشة الرئيسية التذاكر قديت لاقي الأرقام مختلفة تماماً عن الصورة اللي انت شايف تعالوا مع بعض نشوف في أحد الفيديوهات الأمن قدر يعني يقبض على أو يلقي القبض على عدد من الناس اللي بتاجر في التذاكر وبتبقى سوصودة وياخد التذاكر الأمن ويوزحها للجماهير مجاناً تعالوا مع بعض نشوف في الفيديو ده لقطة مهمة جداً لهذا المشهد أمام إحدى الملعب موسيقى 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 ده جانب مهم جداً زي ما شفتم معانا الجزء بتاع أن الأمن لما خد التذاكر ويوزحها على الجماهير وده تحديداً قبل مباراة الجزائر وانجولا اللي تلعبت مساء أمس في مدينة تبوكي طيب المنظمين برضو أكيد عليهم ضغوط كبيرة جداً وطوله اليوم تنظيم المباراة من الساعة 2 أنا بتكلم على توقيت بقى الكودفوار المباراة بتتلعب الساعة 2 الساعة 5 ساعة 8 فالناس بتشتغل من الساعة 11 الصبح لغاية الساعة 11-12 بالليل أكتر من 12 ساعة المنظمين كده في وقت معين لما كانت الجمهور جوة والأجواء الناس كلها مشغولة بالملعب جوة كانوا بيعملوا شوية يعني رقصات ترفيهية من اللي معروفة دايماً عن الأفرق تعالوا نبصوا كده المنظمين إزاي يحتفلوا قدام إحدى الملعب في الوقت اللي كان الكل داخل الملعب بيتفرج على المباراة وإزاي هم يعني رفوهوا عن نفسهم كده لمدة دعاية تعالوا نتفرج برضو الجماهير الموريتانية كان لها قرنفال كده معين أو فلكلور وهي داخلها بتستعد لمباراة بوركينا اللي بتتلعب دلوقتي في مدينة كورهوجو أكيد الجماهير الموريتانية بقى يمكن المشاركة دي مشاركة تاريخية التالتة أو الرابعة لأن الموريتانية كانت بعيدة لفترة طويلة جداً عن المشاركة في كاس الأم الإفرقية تعالوا نشوف الجماهير الموريتانية بعالم الموريتانية بالزي واللباس الموريتاني وهم داخلين لملعب المباراة زي ما انت شفتوا بالتأكيد بقى الأعلام الموريتانية والزي كده المخصص للموريتانيين طيب جماهير السنغال كان ليه احتفالات جوه المدرجات والقرنفال للجماهير السنغالية والاحتفال بالتأكيد جسبانين جنبياً بالأمس 3-0 فعملين حامل اللقب داخل بكل قوة عنده جماهير كتيرة بكلم ما يقرب من حوالي 3000 مشجع سنغالي موجود فيه الكودفور لمؤذرة منتخب السنغال بقيادة اليو سي سي وساد يومانيا تعالوا نشوف احتفالات الجماهير السنغالية في المدرجات طيب دي الفقرة المخصصة للجماهير السنغالية والاحتفالات بصوا جماعة كسبانين خصرانين قبل نهاية المباراة في وسط المباراة قبل بداية المباراة الناس لازم تقعد طرقس وتغني والجماهير الإفريقية لها كده تقاليد معينة داخل المدرجات طيب امبارح كانت فيه مباراة مبين الكاميرون وغينيا والمباراة دي على فكرة يعني كانت مباراة قوي جداً وصعبة جداً وغينيا كانت كعباء علي على الكاميرون رغم ان كانت فيه حالة طرد للمنتخب الغيني النهاردة الاتحاد الغيني نشر فيديو مهم جداً ليه؟ الكاميرون متقدمة وغينيا عندها حالة طرد وبالتالي بتلعب نقصة لاعب هل تقدر تتعادل؟ ازاي الغينيا تعاملت مع المباراة؟ النهاردة الاتحاد الغيني نشر فيديو لمدرب غينيا تعليماته وتعليقاته ما بين الشطين كانت عامل رئيسي وسبب مهم جداً ان غينيا تقدر ترجع في المباراة وتتعادل مع الكاميرون المرشح الابرز لصدارة هذه المجموعة عشان المباراة تخرج واحد واحد بشطارة وتفكير المدير الفني المنتخب غينيا تعالوا نشوف الاتحاد الغيني في الفتج المختصر ده عن تعليمات المدرب داخل غرفة خلع الملابس تعالوا نشوف الاتحاد الغيني نشوف الاتحاد الغيني يمكنها ترجع في السلطين الآن ترجع لكم كاتاً بشكل من خطرر على الجحر على تدري سلطر لا تقع جداً ليس كما تترضى على مرور ومارغان وعغبو فهم الواتحاد الغيني يمكنها فعل لأنها تكرمتهاً نتقل ويوك تنقل ويوك تنقل نسوف الاتحاد رعك ويوك تنقل نسوف نسوف الاتحاد الغيني نسوف قرمتهاً موري أصدقائي مهمة تصدقائي، 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 تصدقائي و تصدقائي أنه يحب أن يكون موريه لا يسارى إنه مجموعة جيد، لكن عندما يحدث، إذا ما يحدث، سنقائق ثم يستمرون، وفي القيام، سنكون نعمل لكي نبريك هل تفهم؟ طبعاً يجب أن يثقفه، أو طبعاً لا يثقفه متواجدين لكن الرجل يحمس، يلعب على فكرة النواقص الموجودة في الفريق إزاي هنقدر نعدل مع منتخب الكاميرون ويبدو أن الكلام اللي قاله بالفعل اتحقق في الشوت التاني عشان جدا الناس فرحانة أن اللقاء اللي اتعامل ما بين المدير الفني مع اللعبة في غرفة خلق الملابس كانت ليه نتيجة إيجابية على اللعبين فرضية الملعب والمبارنة تحت بالتعادل الإيجاب وعلى فكرة نتيجة دي في صالح جينية مش في صالح الكاميرون اللي عنده مشاكل كبيرة صموا لقيته مع سونج مع أندريق ونعنا مشاكل كبيرة جدا في المنتخب الكاميرون طيب في الفقرة دي هنختم بصورتين بس الصورتين دول أكيد بيوضحوا أنه في مشكلة موجودة في التذاكر وفي ملاعب البطولة أول صورة أنت بتتفرج على مبارمة بين منتخبين فطبيعي لما اتطلع عدد الحضور الجماهيري بتطلع معاه صور عالم المنتخبين اللي هي واجهوا بعض أول صورة معنا لما كنا عايزين نبص على الحضور الجماهيري في إحدى المباريات لقينا المباراة دي الكودفور بيلعب الكودفور طيب يا جماعة بس قلونا دي مين ومين مفيش طيب الحضور الجماهيري اللي هو 14 ألف حضر ده أو 11 ألف اللي حضر ده 11 ألف 271 يعني الكاميرون وغينيا أوكي بس ليه عالم كودفور وكودفور يعني غلطة نطر نقول غلطة مطبعية طيب نروح للصورة التانية ماتش نيجيريا اللي تلعب على استاد الحسن وطارة نيجيريا وغينيا بيساو أو غينيا الاستوائية سوري غينيا الاستوائية لتلعب تاني يوم لقاء الافتتاح اللي ملعب ده بيسا على 60 ألف متفرج هل تتخيلوا أن حضر اللقاء 8500 مشجع فقط؟ 8500 متفرج فقط فعموما دي بعض الصور واللقطات اللي احنا كده بنحاول نجيبها من الكودفور تعليقا على الكواليس والأخبار في القارة الإفريقية تريندو إفريقيا وبعض الأمور اللي موجودة النهاردة في السوشيال ميديا اشتركوا في القارة الإفريقية البداية في تريند إفريقيا البداية في تريند إفريقيا تصنيف طبعا الفيفا هيعمل تصنيف في الفترة الحالية مع نهاية كل شهر ونشوف النتاج اللي حصلت على مدار مشوار البطولة هو طبعا لسه بدري لأن التصنيف بالنسبة لنا هيكون أكتر بعد يعني نهاية كاس الأمم ولكن بعد ما اتعادلنا مع موزنبيق الفيفا بيصدم منتخب مصر ليه؟ أولا تراجعنا في التصنيف بقى عندنا 1509 نقطة وبالتالي فقدنا 9 نقاط وتسع من عشر بعد التعادل مع موزنبيق وبالتالي لو كنا كسبنا بدل ما نرجع 9 نقاط كنا زدنا 7 نقاط وبالتالي هل بنتكلم على فرق 16 نقطة فرقة كتير جدا عموما لو كنا خسرنا بقى كان ممكن نفقت حوالي 27 و 4 من عشر وكنا ممكن نرجع في التصنيف بدل ما نبقى الخامس على إفريقيا كنا ممكن نكون السابع أو الثامن على إفريقيا هننتظر لأن التصنيف ده يكون مرتبط أكتر بعد نهاية كاس الأمم لكن مع كل مباراة أكيد الوضع بيختلف طب حساب كورا بلس على تويتر نشر وقال إن محمد صلاح ومحمد الشناوي عقد جلسة مع لعبي منتخب مصر واستشهدها بلقاء نيجيريا في النسخة الماضية خسرنا من نيجيريا كسبنا المباراتين اللي بعد كده وصلنا فينال بعد ما تعدينا الكودفور والمغرب والكاميرون كويس ولكن التحفيز ده مهم مهم نشوفه فيه الملعب ويكون فيه نتائج إيجابية حسابي اللي كورا على منصة إكس نشر تصريحات لأشرف صبح وزير الرياضة التصريحات دي على فكرة عاملة رد فعل سلبي النهاردة كل وسائل إعلام يعني شايفة التصريحات مش إيجابية والمنتخب المصري مش ماينفعش يختزل في محمد صلاح فقط على مدار مشوار المنتخبنا وتاريخ منتخبنا كان فيه نجوم كبيرة بس ما كانش ينفع أن التصريح يتقال أنه بنختزل منتخب مصر كله في محمد صلاح عموما التصريح في ايه؟ أشرف صبح قال أنني تحدث معي وقال لي لابد أن تثقوا بنا وحصل من قبل أمام نيجيريا وأولاد مصر رجالة ومقدرون المسئولية قال كمان لابد أن نعطي الثقة لأولادنا لأن ليس لديهم رفاهية الاختيار ولابد أن يفوزوا على منتخب غانا الجريح فلن تكون المباراة قليلة أو مباراة ضعيفة يعني طيب حساب بطولات نشر كمان تصريحات للنجم المغربي حسن بن عبيشة وده طبعا المسئول عن قطاع ناشين في نادي الوداد المغربي على فكرة بيقول فيها أن محمد صلاح بيظهر في المباريات الكبيرة ومستوى الحقيقة هنشوفه في الدور التاني بالإخصائيات يا رب بإذن الله بس نتأهل الأول دور المجموعات كابتن الحسن قال مصر في جميع البطولات مرشحة للفوز باللقب لكن مباراة مصر ومزنبيق هذه أسوأ مقابلة لمنتخب مصر في البطولة القرية طوال مشاركته حساب باكورة بلس قال النهاردة مواجهة أصدقاء الأمس متنافسين اليوم ديانجي وتاو يحملان أمال جنوب إفريقيا ومالي في ضربة البداية بدور المجموعات حساب الجول على منصة إكس أيضا نشر تصريحات لوليد الريكراكي المدير الفني لمنتخب المغرب واللي تكلم فيه عن التنشيط الهجومي أمر مهم عنده غيابات نتيجة طبعا أن نصير مزراوي لسه كان مصاب التأهيل ما كانش في توقيت مناسب أمين عدلي يمكن عنده حالة وفاة والدودة توفت قبل الصفر كان الكلام وليد الريكراكي برضو مهم جدا لأنه رد النهاردة على عادل عمولوش المدارب الجزائري اللي بيقود منتخب تنزانيا وتصرحات المدارب الجزائري اللي كان بيقول أن الاتحاد المغربي دايما بيسير القرى الإفريقية كما يريد وبالتالي بيكون لها تأثير على النتائج لأي فريق بيلعب مع المنتخب المغربي وليد الريكراكي رد عليه وقال دي تصرحات لا شايفها ولا سمحها ولا أهتم بها تعالوا مع بعض بقى للجزء الأخير من برنامج الترند ويكون متعلق بالمشاركات لأن النهاردة عندنا كلام مهم جدا على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة توقعاتكم للتشكيل وهل ممكن تحصل تغييرات في التشكيل ولا لا سامح بيقول أتوقع بعض التعديلات في التشكيل التشكيل المتوقع الشناوي هاني ياسر منعين فتوح إمام عشور حمدي مروان مرموش مصطفى محمد صلاح إن شاء الله اللعيبة في يومها وبالتوفيه لمصر إن شاء الله نروح لرأي غريب بيقول الشناوي عمر كمال ياسر منعين فتوح إمام مروان حمدي مرموش كهرباء صلاح الناس متوقعات تشكيل بس في حدود معينة آخر تعليق معايا عمر عوض بيقول ده لازم تغييرات طبعا أعتقد هي لعب الشناوي فتوح مكان حمدي منع محجازي عمر كمال مكان هاني إنني مروان إمام يعني إمام مكان زيزو وتريزيجي ومصطفى محمد ومحمد صلاح دي أبرز التعليقات محدش واثق إن التشكيل هيكون هو هو كل شايف إن هيحصل تعديل في التشكيل عموما هننتظر لسه في تدريب النهاردة في تدريب بقرة ويوم الخميس المباراة والنهاردة فرد لحضراتكم بحكام المباراة بير أتشو حكم المباراة وعلى الفار عيسى سين في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا لقاء جديد في برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء